بسم الله الرحمن الرحيم ولاد العامر الرجالة زي ما وعدتكم ان انا الفترة الجاية دي هبتدي اراجع معاك الدنيا كلها عن طريق بنك اسئلة احنا عاملينه للمراجعات النهاية اتمنى ان انت تركز معايا علشان ده يفرق معاك كتير في الفيديوز الجاية احنا هنحل مجموعة من الجنرال اكزامز امتحانات استرشادية 2023 امتحانات 22 بعض الامتحانات لمنصة نجوة وكتاب المعاصر وكتاب جم هراجع معاك النوفل في هيئة اسئلة وهنحل اسئلة اللونجمان كلها هنراجع على مهارات اساسية Translation, Writing, Punctuation, Comprehension زي ما انت شايف قدامك هبتدي معاك في اول جزئية دلوقتي بحل اهم الاسئلة اللي كانت موجودة على شابتر 1 اول سؤال زي ما انت شايف قدامك على الشاشة بيقول هو حس بايه لما سرق الاكل وطعم بعد ما الكونفكت المدان او المتهم اللي عرفنا بعد كده ان اسمه ناجوة واللي بعد كده قال في نهاية القصة لبيب ان اسمه برافوس بيب حس بايه لما عمل كده لما سرق الاكل وجاب المبرض هل هو عمل حاجة عشان يهدي نفسه لماذا؟ لماذا؟ اجابت السؤال ده ايه؟ هو حس بايه؟ اكيد اي حد فينا بيعمل حاجة غلط هيحس بالذنب لو عنده ضمير فاكيد هنقول شعر بالذنب طب ليه هو ما قالش جاوي he didn't tell جاوي because he thought he might not want to be his friends إنه ممكن يخسر صداقة جو لو كان قاله انه واسره السؤال الثاني what's your impression of the man that بيب meet in the graveyard clarify your answer انطباعك عن الرجل اللي بيب قبله في المجبرة ويوضح ايجبتك at first I didn't love him but after he helped بيب لما اعترف انه هو اللي سرق مش بيب I loved him حسيت انه هو في زره خير السؤال الثالث how does dickens use the natural environment to reflect the character's feelings ازاي ديكنز استخدم البيئة الطبيعية لعكس الشعور بتاع الشخصية use examples to explain وديني امثلة علشان تشرح ده طبعا بيب طفل عتين والده والدته متوفية داخل عليه الكريسموس بيزرهم في المقابر فالجو اللي كان محيط ببيب في الوقت ده رسمه الكاتب ان الوقت كان وقت ظاهيره وكان بارد ويميل الى اللون الرمادي اكتر بيب's afternoon was cold and grey like the spirit of his life زي الفترة دي من حياته that was dark and sad طفل ياتين حياتها تبقى عاملة ازاي بيب's felt lonely شعر بالعزلة مفيش اطفال معاه اخوته ماتوا ابو وامو ماتوا اخته اللي عاد معاه اكبر منه وعشرين سنة قاسية جدا معاه and being an orphan he missed his family وامث يفتقد الى هدفة العائلة while بيب was running after he met the conflict the sky was angry السماء كانت غاضبة في المشهد ده السماء بدأ التمطر دليل على ان فيه غضب من ان الولد ده بيتعرض لموقف سيء السؤال الرابع what do we learn about Mr. Joey when she says اللي عرفنا عن Mrs. Joey sorry أو Mr. Joey اللي هو المفروض Mr. Joey يبقى جوز اخته وMrs. Joey اخته بس اللي قال الجملة دي I didn't want to look after you دي Mrs. Joey فهنا في ناصة عندنا المفروض MRS على طول it's bad enough being a black mass wife وشيء سائق جدا ان انا اكون زوجة لي حدد I never asked you to be your mother وعمر ما طلبت ان انا اكون والدتك طبعا الجملة دي بيتدل على انها قصية تجاه بيب وكانت راضية أو سوري غير راضية عن عشتها بوجه عام she was cruel to babe and unsatisfied with her life سؤال خامس I hope we don't find the convicts Joey why do you think بيب say this بتمنى ان احنا ما بنقبلش المتهمين يا جوي ليه بيب كان بيقول كده بيب sympathized تعاطف with the convicts مع المتهمين أو المدنين ماجويتش اللي هو قبله أو كومبيسن اللي بعد كده هنكتشف انه وراه بلوة كبيرة وهو اساس البلاوة دي كلها number 6 what favor do you think مستر جاوي did في بيب المعروف اللي مستر جاوي عمله لبيب أو مستر جاوي sorry she took care of him after his parents died هي اعتنت بي بعد موالدي توفو although she was cruel she did a favor على رغم من اسوتها ما كانت مربية لما في بيتها السؤال السابع number 7 بيب was helpful to the convict بيب كان متعاون مع الconvict explain بيب took the convict some food and file ادي له طعام ومبرد do you sympathize with بيب and why هل انت متعاطف مع بيب ولي طبعا لازم متعاطف معا لانه كان يتيم واخته كانت بتعامله بقصوة yes he was an orphan his sister treated him badly why do you think جاوي was a good blacksmith تفتكر لي ان جاوي كان blacksmith كويس حداد كويس the soldiers visited him to mend some handcuffs الجنود زروا لإصلاح بعض الكلب شهد السؤال العاشر number 10 جاوي and his wife treated بيب differently how جاوي واخته او سوري جاوي ومراته عملوا بيب بشكل مختلف ازاي طبعا احنا قولنا ان اخته كان القاسية انما مستر جاوي جوزها كان طيب مع بيب فبنقول ان جاوي was بيب's a friend mrs. جاوي like a technique اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا